اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحواراتكم ما زلنا نتحدث عن القيم الشرعية التي جاء بها الإسلام هذه القيم العلية والأخلاق الإنسانية الحقة الكريمة التي جاء الإسلام ليعززها ويتممها وجاء ليحذر من كل ما يخل بها وينقص من مكالتها ومقدارها جاء الإسلام ليأمر بكل القيم المباركة بثل العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا هذه الآية جمعة المحاسن وأصونها وعلى رأسها العدل العدل الإنساني العدل الرباني الذي أمر الله عز وجل به هذه من القيم التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها أن يكون عادلا ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعدل ولفى عن نفسه ضد العدل وهو الظلم إن الله لا يظنب الناس لثقال ذره وما أنا بظلام للعبيد والنبي عليه الصلاة والسلام نهى وحذر من الظلم في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوما قيامة الظلم أن تظلم إرسانا سواء ظلمت الزوجة أو الخادم أو الخادمة أو الأبناء أو الوالدين أو سملاء العمل أو غيرهم من الناس فإنك ستكون في ظلمات يوم القيامة وَسَيُقْتَصُّ مِنْكَ إِذَا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيِّنَّهِ الظلم ظُّلُمَاتٌ يوم القيامة حتى أن الله سبحانه وتعالى يا إخوان من كمال عدله يقتص يوم القيامة للشاة الجمّاء من الشاة القرناء الشاة الجمّاء يعني اللي ما لها قرون الشاة اللي ما لها قرون والشاة القرناء يعني اللي لها قرون هذه لو حصل بينه الخصاة متناطحة ما في شك أن الشاة القرناء ستؤلم الشاة الجمّاء ولذلك من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أنه يقتص لهذه الشاة الجمّاء من هذه الشاة القرناء وكذلك في البشر سيقتص الله عز وجل للفقراء والضعفاء ممن ظلمهم من الأغنياء والأقوياء وسيقتص للمحكومين ممن ظلمهم من الحكام والقضاة وغير ذلك لا يمكن أن يضيع حق عند الله أبداً لا يمكن أن يضيع حق من حقوق الناس عند الله عز وجل ظلمت الزوجة والله سيقتص الله منك إلا إن عفت عيك ظلمت الأبناء ظلمت الخادمة أو الخادم وبخستهم شيئاً من حقوقهم في الراتب وغيره سيقتص الله منك مسؤول وزير ولا وكيل ولا مدير ولا أياً كنت وقعت في ظلم لأحد من الناس سيقتص الله عز وجل له منك شئة أم أبيت ولهذا من شناعة الظلم من شناعة الظلم وقبحه أن الله حرمه على نفسه الله عز وجل له أن يحرم على نفسه ما شاء وله كذلك أن يوجب على نفسه ما شاء وأن يحق على نفسه من الحقوق ما شاء ولكن المخلوقين ليس لهم أن يوجبوا عن الله عز وجل شيئاً من ذلك فاصل يسير وأعود إليكم بعده إن شاء الله لإتمام هذه النقاط الهم ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الأعزاء قبل الفاصل تحدثنا عن خطورة الظلم وشناعته وكيف أن الله يقتص للمظلومين من الظلمة في الدنيا أو في الآخرة شاء من شاء وأبى من أبى والله والله من أخذ من حق غيره بغير حق فإنه سيقتص منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن بعضكم ألحن بحجته من أخيه وإنما أقضي بنحو مما أسمع لأن البعض يكون صاحب حجة وصاحب جدال وصاحب أسلوب إقناع ممكن يغير الحقائق وممكن أن يكون له تأثير على المستمعين حتى يقلب الباطل حقا ويقلب الحق الذي عليه باطلا بإسلوبه الذي يأخذ بالألباب إن من البيان لسحرة كما قال صلى الله عليه وسلم قال وإنما أقضي بينكم بنحو مما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر وفي رواية فليأخذها أو ليذرها تأخذ حق غيرك بإسلوبك وبقوة المحامين وبقوة كذا واللف والدوران لن يضيع هذا الحق عند الله عز وجل ربما لو أخذه منك في هذه الدنيا كان أهون عليك وأفضل لك ولهذا يا إخواني من شناعة الظلم الذي جاء الإسلام بتحريمه أن الله حرمه على نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا في هذه الدنيا أي إنسان يظلمك في أي بلد من البلدان لو أي جمهورية من الجمهوريات وأي مملكة وأي دولة لو ظلمك مسؤول تذهب للمسؤول الذي فوقه ولو ظلمك المسؤول الذي فوقه تذهب للمسؤول الذي فوقه حتى تصل إلى رأس الدولة في تلك البلاد لو ظلمك رأس الدولة أو رئيس الدولة ماذا تفعل تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولكن والعياذ بالله لو ظلمك الله تذهب لمن لا أحد ولهذا كان من تمام عدره وحكمته ورحمته سبحانه أن حرم الظلم على نفسه ولزه نفسه المقدسة على هذه السلوكيات القبيحة وهذه الصفات الذميمة ومنها الظلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بشيء من عدالة الله عز وجل في نصرته للمظلومين فأخبر أن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان المظلوم كافرا فإن الله ينتصر لدعوته ويقتص له ويعيد له حقه وينتقم له من ظالمه عافانا الله وإياكم من ذلك الظلم ظلمات يوم القيامة وصلنا إلى ختام هذا اللقاء وإن شاء الله أشوفكم في لقاءات قادمة إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة